السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكذا مدارس المحلات الأجنبية وحسب رسالة وجهها خالد أي تطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية لكافة المسؤولين عن قطاع الصحة وطنيا وجهويا ستنظم هذه العملية بتعاون وتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة وسيتم توفير اللقاح مجانا بمختلف مؤسسات الرعاية الصحية الأولية ويتضمن تلقيح جرعتين تفصل بينهما على الأقل ستة أشهر ودع الوزير مندوبي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإعداد وتنفيذ برنامج عمل موحد لعمليات التلقيح وفق البروتوكول المعتمد وذلك بتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة والقطاعات والمؤسسات الشريكة الأخرى وسيتم إخبار أمهات الترميدات وأبائهن وأولياء أمورهن بتواريخ عمليات التلقيح داخل المراكز الصحية وفقا للجدول الزمني المعد مسبقا مع تسهيل الإجراءات المتعلقة بارتياد الفئة المستهدفة لهذه المراكز موسيقى 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 موسيقى